أول شيء أشكر الشعب لكويتي وخاصة أحرار الدائرة الخامسة نساء ورجال على الرسالة التي أوصلوها إلى من لا يحترم الإرادة الشعبية وهذه الرسالة يجب أن يفهمها الجميع بأن الشعب معاد يتحمل سلوكيات الحكومة وسلوكيات أيضا حلفائها وأيضا لا يتحمل قبل ذلك ما يجري في البلد الأمر الآخر لكل شاهد اليوم عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة التي تقدم فيها عشر نواب وتم تحديد اليوم لعقدها وكانت تتعلق في الاستجوابات وإذا كان رئيس الحكومة يعتقد أنه حص من الاستجوابات فهو مخطي فكل ما يبنى على باطل هو باطل وأي قرار تم اتخاذه في تحصين رئيس الوزراء هو قرار باطل لأنه يخالف اللايحة والدستور والهروب اليوم هو أيضا محاولة من رئيس الحكومة لتحصين الوزراء من الاستجوابات الكل يعرف أن هناك ثلاث استجوابات على جلسة اليوم وهي استجواب وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير المالية لكن للأسف هذه عادة رئيس الحكومة في عدم المواجهة وأي شخص يحاول يتهرب من المواجهة إما شخص ضعيف أو غير قادر أو في بطنة شيء وهذه الثلاث أمور في وجهة نظري صفات رئيس الحكومة من الاحترام الكامل لشخصة أنا أتكلم عن الأداء السياسي أما أن يحاوله غيره في انتهاك الدستور واللايحة لا يمكن أن نقبل باستمرار هذه المحاولات التي تضرب البلد وتضرب الشعب وفي القادمة من الأيام أي محاولات تمس الدستور واللايحة وقبل ذلك تمس الوطن والشعب والله ما نسكت عنه لنحاسب أي شخص يحاول يتجاوز على الشعب الكويتي أو يحاول المساس في هذا البلد تقدمت اليوم بإستجواب ليسهم رئيس ميزة وزراء مكوة من خمس محاور المحور الأول مخالفة نص المادمية من الدستور عدم حضور الجلسات اليوم هي محاولة غير مقبولة ومحاولة تدل وتؤكد على ما قلنا سابقا بأن رئيس الحكومة لا يصلح لإدارة هذه الحكومة والمحور الآخر هو مخالفة القانون الخاص في هيئة مكافحة الفساد والمحور الثالث إخفاق سمو رئيس ميزة وزراء في أداء واجبات الدستورية التي نصت عليها المادمية وسبع عشر من الدستور والمتعلقة في إهمالة وإخفاقة في عدم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى حدوث مصائب وكوارث وأزمات على الشباب الكويتي مو بس خسارة فلوس أيضا تمزق أسر وحالات طلاق ومديونيات راح يلحقون فيها الشباب الكويتي بسبب إهمال وتقصير رئيس المجلس وزراء في واجباته هذا أمر لا يمكن أن نقبله رئيس المجلس وزراء أنت مو فقط مسمى وما تقوم بعمل شيء لا أنت مسؤول عن إدارة أجهزة الدولة وكل أخفاق سنسالك عنه المحور الرابع الثالث حفوا أو الرابع الكشل في الإشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة الاسترجاع الأرباح المحتجزة الكل يعرف أنه في مليارات محتجزة لدى الجهات الحكومية مختلف الجهات المؤسسات المواني المؤسسات النفط والجهات أخرى أرباح محتجزة عندهم والآن يحاولون يقدمون الدين العام يحاولون يطلبون قروض يحاولون يضيفون على الميزانيات أو النقل بين قيود الميزانيات بيسلوب وطريقة غير منطقية عندك أرباح محتجزة ما يجب أن تبقى في هذه الجهات يجب أن تطلبها فأنت فشلت حتى في التنسيق بين الوزارات أو اعطاه توجيهاتك لتجميع هذه الأموال وإرجاعها إلى الخزينة العامة للدولة المحور الخامس عدم احترام نصوص المواد ثلاثين وواحد وثلاثين من الدستور قرار منظمة الصحة العالمية قالت لا يجوز لا يجوز منع سفر الناس الغير مطاعمين والأخ في اجتماع ثلاثة خمسة اللي ترأسه أصدر قرار بمنع غير مطاعمين لا يجوز اجبارهم ولا يجوز منعهم إذا تتكلم عن الدستور أنت خلفت المادة ثلاثين وواحد ثلاثين وإذا تتكلم عن القرارات اللي أنت وزير الصحة تدعون باتباحها وصادرة من منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية أصدرت قرار بالحرف نصي برفض اعتماد اللقاح شرطا للسفر إذا منظمة اللي أنتم تقولون إحنا نتابع قراراتها وملتزمين في قراراتها أصدرت قرار ضد الشعب الكويتي وقمت بتقييد حرية لا أنتم ولا غيركم لكم الحق بمنع المواطنين غير المطاعمين من السفر هذا تقييد الحرية ومخالف للمادة ثلاثين وواحد ثلاثين من الدستور الدول الثانية ما تفرض ولا سمعنا الندى ولا تفرض خلنا نتكلم عن الدول الأوروبية والأمريكا اللاتينية والشمالية ما سمعنا عن الدول حتى بعض الدول افتحت مجال دخول السياح بشرط فحص البي سي أر ما اشترطت أن بعضها اشترطت مطاعم لكن دول كثيرة قالت إذا لم يطاعم فحصل بي سي أر أنت جاي تمنع الشعب من السفر لا نسمح لك لا أن ولا غيرك وقراراتك يجب أن تلتزم بها سياسيا واخلاقيا وتذكر أنك قاعد تدير الأجهزة الحكومية مو شريك خاصة تملكها أنت ولا مجموعتك شكرا